فيه اغاني حلوة كده لما بنسمع بنحس ان احنا رجعنا بالذاكرة لخمسين ستين سنة وراء وهو ده الجمال بتاع مصر وهو ده الزوء المصري الجميل اللي ان شاء الله هنفضل دايما متمسكين به وعارفين دايما ان هو ده زوءنا ومش هينفع ابدا يتغير تعال نشوف النهاردة حالة التقصي ايه مع دكتور احمد عبدالعيل طبعا معي الرئيس هيئة الارصاد الجوية دكتور احمد صباح الخير عليك يا فندم دكتور احمد ايوة صباح الخير صباح الخير على حضرة ازايك يا فندم ازاي احد بدك عامل ايه اهلا بحضرة يعني اهلا بك ريف عزيز على قناة مصر الزراعية وعايزين نعرف من حالك كده اطلالة سريعة على الحالة الجوية لجمهورية مصر العربية النهاردة اهلا بحضراتكم والسادة المشاهدين انا احنا نقول ان شاء الله من اليوم يبدأ تحصل في الاحوال الجوية وكذلك في درجات الحرارة فبسوط طقس المتادل على السواحل الشمالية ما التفع على الواجه البحر والقايرة حتى الشمال الصعيف ده الجنوبا ده خلال ساعة النهارة وليه بيكون بارد ونحضر منها الشبورة المائية في الصباح الباكر وده حتى نتازل اسبوع ان شاء الله يبدأ هذا التحصل دكتور الموجة الحرر اللي حصلت في مصر في الفترة الاخيرة في الكام يوم اللي فاته هل ممكن تتكرر خلال الايام اللي جاية ولا احنا نفتقد ملامح الشتاء والبرودة الجميلة اللي كتير من الناس بيستمتعوا بيها لا احنا ما زلنا في فصل الشتاء وفصل الشتاء معرض انه هو تندل فيه درجات الحرارة مرة اخرى وتنخفض ورياح تشتاد وده شيء طبيعي فيه مثل هذا الوقت من العد جميل جدا دكتور احمد عبدالعال برضو يعني عايزين نركز على جلد كده بيهم قطاع كبير جدا من مشاهدين قطاع المزارعين يعني فيه انطار قريب فيه رياح قوية قريب لان احداك عارف ان الموضوع ده مرتبط عندنا بموضوع الري والتسميد بالنسبة للامطار حتى نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله ما فيش اي امطار على الجمهورية وبالنسبة للرياح اذياح محصورة نشاطها على المدن القناة خاصة البحر الاحمر وده بيقدي الى اضطراب الملح البحرية ولكن يمكن النهاردة غالب بس لكن بعد ذلك هتستمر درجات الحائرارة والرياح معتدلين الدكتور كانوا بيقولوا برضو في الفترات الاخيرة انه ممكن هيبقى فيه ميول لظهور كميات كبيرة من الاتربة والرمال وكانوا بيقولوا برضو على الانترنت الحقيقة انا بقى ناشد الناس من خلال طبعا نجود حضرتك معنا انهم يسمعوا الاخبار او الارصاد الجوية من المصدر الموصوق منه طبعا اللي هو بيتمثل في حضرتك واننا فعلا نتأنى في تحاري المعلومات لان هكي اكيد بتتبع انه بيبقى فيه معلمات كتير مغلوطة على الانترنت هل فعلا فيه رمال او يعني رياح محملة بالرمال خلال الايام اللي جاية؟ لا حتى نهاية هذا الاسبوع ان شاء الله ما فيش اي نشاط للرياح ولا اي رمال لكن انا من قناة حضراتكم برجوا ان الجميع الهيئة لعمل الرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرصادات الجوية والتربات الجوية في المصر وهي اللي عندها الاجهزة الحديثة اللي تمكنها من نعنا اقول النشرة بصدق واضح ومصدقية في كثير من الاحوال الطاقة الالامية في المياه شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد الجوية شكرا جزيلا نورتنا اكيد ممكن تكون تابعت يا محمد خلال اليومين اللي فاتوا قال لك خلي بالك واللي هينزل امبارح او اول امبارح لازم يلبس نظارة ويحط كمامة والاطفال ما يحوش المدارس وما حصلش اي حاجة في الجو وهو بس شوية برودة بسيطة خالص يعني احنا بقينا عندنا مشكلة زي ما عندنا مشكلة في الاعلام نتحرر المصدر طبعا اصبح عندنا مشكلة في الاعلام يعني اهم اعلام دلوقتي عندنا بقى السوشيال ميديا النهاردة اعتقد ان السوشيال ميديا النهاردة يعني الاخبار فيها بتنطلق بسرعة البر في منها كتير جدا مغلوط فلازم نتحرط دقة زي فعلا موسطنا زميلتي العزيزة اسراء وخلينا نبتدي بقى معها الاخبار بتاعتنا خلينا نشوف اول خبر معنا وبنتكلم فيه عن ملامح مشروع قانون نقابة الفلاحين المطروح امام الاصلاح التشريعي خلينا نشوف تفاصيل اكتر عن الخبر بدأت اللجنة تحديدا لجنة التشريعات الاجتماعية المنبسقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي مناقشة مشروع قانون بانشاء نقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الدكتور عصان فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وقال سام حاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبسقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي ان مشروع القانون يهدف الى انشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها في اطار السياسة العامة للدولة بالاضافة الى انها تعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم ولفت عشور الى ان مشروع القانون يتحدث عن النقابة والتي تتمثل في وجود الفلاحين المصريين بكل طوافهم وايضا في المؤتمرات والاجتماعات العربية والافريقية والدولية وتوصيق العلاقات مع المنظمات ذات الصلة في العالم بما يعزز مكانة مصر عربيا وافريقيا ودوليا طبعا دور كبير جدا ملقى على مجلس النواب الحالي في الاصلاحات طبعا احنا محتاجين حزمة كبيرة جدا من الاصلاحات التشرعية لكن خلينا كمان نشوف خبر تاني بيتكلم عن البذور المستوردة تفاصيل الخبر بتقول الزراعة تدرس تعديل ضوابط استيراد البذور الزراعية لاستخدام الخاص اكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة ان الجهات المعنية بقطاع استيراد البذور تدرس تعديل ضوابط واشتراطات استيراد البذور من الخارق خصوصا البذور التي يتم استيرادها بغرض الاستخدام الخاص مشيرا الى ان اللجنة قامت بفحص واعتماد التقاوي وقرت خلال جلساتها السابقة 10 ضوابط جديدة للاستيراد وان الوزارة بسدد اصدار قرار وزارية تضمن الاشتراطات الجديدة والخبر اللي جاي مشاهدين بعنوان 11000 حالة تعدي على 52 فدان في ثلاثة ايام خلينا نشوف تفاصيل اكتر عن الخبر كشفت وزارة الزراعة ان ايام الجمعة والسبت والاحد الماضية شهدت 1121 حالة تعدي على مساحة 52 فدان من الاراضي الزراعية بمختلف انحاء الجمهورية واوضح التقرير الصادر عن الادارة المركزية لحماية الاراضي عن المساحات المتعدة عليها وانه تمت ازالة 726 حالة تعدي على مساحة 28 فدان وستة اراريت واثمانشر ساعة اخر خبر معنا النهاردة على لسان شيخ الازهر كلنا مسؤولون امام الله عن مواجهة الفكر المتطرف اكد الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ان الحكماء والعلماء عليهم دور كبير في تحصين شباب الامة وتبعيتهم بمخاطر الوقوع في براث جماعة الارهاب وان الحكام ايضا يقع عليهم دور في دعم الجهود التي يبذرها هؤلاء العلماء والحكماء لتحقيق التكاتف في مواجهة الفكر المتطرف فهم مسؤولون امام الله عن مواجهة الفكر الهدام بما يحمي ابنائنا وشبابنا من الوقوع فريسة لهذا الفكر المتحرف مشاهدينا ده كان اخر خبر معنا في نشرتنا الاخبارية حيلا هنروح لجولة سريعة في اسعار المال والاقتصاد والنشاء الاقتصادية بجعنا لكم عزانا مشاهدين في اطلالة سريعة على اسواق المال والاقتصاد يعني اول خبر النهاردة مفرح جدا بيقول مصر تتصدر قائمة الدول في الشرق الاوسط للاستثمارات الكويتية اكد الوكيد المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر فهد المالك الصباح ان الدول العربية تنظر الى مصر على انها بلد جاذب للاستثمار نظرا لانها ذات طابع سياحي واقتصادي تجاري والدليل على ذلك ان اعلى استثمارات للكويت في الشرق الاوسط هو بمصر والتي تعتبر ترجمة حقيقية لذلك لافتا الى اهمية العمل على تطوير مناخ الاعمال لزيادة فرص الاستثمار بها الخبر اللي جاي مشاهدين بعنوان التنصيق بين هيئات المواصفات المصرية والاردنية لتيسير حركة التجارة بين البلدين اكد المهندس قبيل وزير التجارة والصناعة ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التي تعوق حركة التجارة المشتركة بين مصر والاردن لافتا الى انه تم الاتفاق على التنصيق بين هيئات المواصفات في البلدين لعقد اجتماع مشترك لتفعيل الاتفاقات الموقعة الخاصة بالاعتراف المتبدل بشهادات المطبقة بما يسهم في تيسير عملية انتقال السلع بين الجانبين ومعنا كمان خبر بيتكلم عن البورصة يعني ما شاء الله البورصة تربح 2.7 مليار جنيه ومؤشرها يرتفع 1.3 من 10 بكتام التعاملات خلونا نشوف مع بعض تفاصيل الخبر بتقول ايه وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفعتها القوية للجلسة الثانية على التوالي لدى اغلاق تعاملات امس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وسنديق الاستثمار الاجنبية والعربية وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين بعد التصريحات الايجابية لمحافظة البنك المركزي عن البورصة المصرية فضلا عن ارتفاع اسواق المال الخليجية والعالمية بعد زيادة اسعار المفطر مشاهدينا وحيلا هنشوف اخبار اسعار العملات ايه شهدت العملات الاجنبية استقرارا نسبيا في الاسعار مقابل الجنيه المصري وفيما يلي مشاهدينا بيان باسعار العملات مقارنة من جنيه المصري دولار أمريكي بيع 7.83 وشراء 7.78 يورو بيع 8.65 وشراء 8.57 جنيه استرليني بيع 11.27 وشراء 11.7 دينار كويتي بيع 26.15 وشراء 25.86 ريال سعودي بيع 2.8 وشراء 2.7 وأخيرا درهم إماراتي بيع 2.13 وشراء 2.11 أعزائنا مشاهدين خلينا كمان نجوف إطلالة سريعة على أسعار الذهب اللي شهدت انخفاضا في جميع أعيارته وأليكم بيانا بها ذهب 24 حقق 306 جنيه و18 عيار 21 حقق 267 جنيه و91 وأخيرا عيار 18 حقق 230 جنيه و11 مشاهدين ننتقل حالا إلى أسعار الخضار والفكهة وهنبتديها حالا بأسعار الخضار طبقا لسوق العبور رماطن جملة جنيه ونص والتجزئة 3 جنيه بطاطس جملة جنيه ونص والتجزئة 3 جنيه بصل جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه أما الكوسفة جملة 2 جنيه والتجزئة 3 جنيه فصولي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه بازنجان بلدي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه بازنجان رومي جملة 2 جنيه والتجزئة 4 جنيه خيار بلدي جملة جنيه والتجزئة 3 جنيه أما الملوخية في الجملة جنيه ونصه والتجزئة 3 جنيه وأخيراً التوم جملة 3 جنيه والتجزئة 12 جنيه حان الآن موعد الفواكه باق عشان حالي الفقرة الاختصادية معاكم وخلينا نشوف أسعار الفكهة النهاردة تبقى نسوق العبور عندنا البرتقال سعر الجملة 2 جنيه وسعر التجزئة 4 جنيه الموز سعر الجملة 5 جنيه وسعر التجزئة 8 جنيه التفاح سعر الجملة 4 جنيه وسعر التجزئة 8 جنيه يا عزائي المشاهدين دي كانت نشرتنا الاقتصادية النهاردة نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها خلونا نطلع فاصل ونرجع نتكلم في 3 فقرات حوارية إن شاء الله نرجو إنها تنال إعجابكم هنتكلم النهاردة عن موضوع الإنضاج الصناعي لثمار الفاكهة وكمان هنتكلم عن قوانين الأحوال الشخصية ويمكن ده موضوع بيهم قطاع كبير جدا وخصوصا قطاع المرأة وكمان هنتكلم عن موضوع التفكك الأسري لكن بعد الفاصل تابعونا